هذا الحاسد ألم يعلم أن خزائن الله ملأ وعطاياه لخلقه ليس لها حدود لذلك نقول له ولأنثاله عليك بالسؤال من فضل الله يا عبد الله والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلنتق الله في موضوع الأمنية فلها من التبعة ما لها والأمنية الحقة تستوجب منا توخي الحقائق فالجدية مطلوبة في موضوع الأمنية فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان يقول عز وجل في محكم تنزيله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولئن كانت الدنيا لا تتسع لأطمع الجميع فالآخرة تتسع لطمع كل طامع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومن الطموح والأمنية المشروعة لابد من التطلع للجنة فهي القمة للطموحات والأمان ثبت في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى الصديق رضي الله عنه وأرضاه فعجب الصحابة لبكاء الصديق فكان صلى الله عليه وسلم هو المخير اختار الجنة على خزائن الدنيا والخلود فيها والصديق كذلك كان يتطلع للدخول من أبواب الجنة الثمانية وهكذا كان الصحابة في تطلعاتهم فهذا ربيعة الأسلمي كان يخدم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ربيعة كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوءه وحاجته فقال له صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة السجود والحريث عند مسلم هنا أيها الأحبة دله صلى الله عليه وسلم على الوسيلة لتحقيق تلك الأمنية إنها الصلاة الصلاة التي خف ميزانها عند كثير من الناس وللأسف هذه الصلاة التي ينادي لها المنادي كل يوم وليلة حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي بأعلى صوته الله أكبر الله أكبر ثم بعد ذلك نجد أن جمعا غفيرا من الناس وللأسف يظلون في أعمالهم في تجاراتهم في رياضتهم في أسهمهم وكأن لسان حالهم يقول هذه القضايا أكبر وليس الله أكبر ولا شك أن ذلك من العظائم أيها الإخوة والأخوات هناك جبال من الناس هناك جبال من الناس في باب الأمنية فعلى سبيل الحصر انظروا إلى عمر بن عبد العزيز عمر يقول لدكين الراجز يا دكين إن لي نفسا تواقه لم تزل تتوق إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها تاقت إلى الجنة وأنعم الله بذلك من طموح وأمنية وهذه الأمنية تحتاج إلى اجتهاد وتوفيق من الله عز وجل فالمسألة ليست بالهينة فلابد للإنسان من العمل الدؤوب لتحقيق طموحه وأمنياته فالطموح والكفاح والعزيمة مطلوبة ولكن مع التعلق بالله عز وجل فبالصلاح والاستقامة تجلب النعم وتدفع النقم والإنسان لا يلام على الجبلة البشرية قال تعالى في محكم تنزيله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفيضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب وثبت عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لو أن الابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب والحديث في الصحيحين المحذور في مسألة الأمنية أن تطغى هذه الدنيا على حسن المآب الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا النار وما فيها من العظائم يتمنون ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين يتمنون العودة للدخول في دين الإسلام ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين هناك يتمنى الكافر لو تسوى به الأرض يتمنى مصير البهائم ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب هذه الأمنية هي التي تكون للكفار يوم القيامة لذلك شتان بين مشرق ومغربي المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ونبيا لا شك أنه يتطلع إلى الجنة وهذه الجنة هي سلعة للمولى تبارك وتعالى يقول عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة والجنة تحتاج منا إلى عمل دؤوب وليس معنى ذلك أن الإنسان لا تكون له تلك الأمنيات المتعلقة بالحياة الدنيا لا يكون له ذلك الطموح أبدا ليس هناك تعارض بين هذا وذاك ولكن العمل الجنة لابد أن يغلب على تلك الأعمال الدنيوية ختاما دعونا نفكر مليا في أمانينا لنصل إلى المنتغى بعون الله تبارك وتعالى اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمث بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك اللهم من كل شر خزائنه بيدك برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شذرات زفرات من نور الحكمة قبسات بعبير الحب شذرات من حال الأمة حسرات بصدر المؤمن زفرات من نور الحكمة قبسات بعبير الحب شذرات من حال الأمة حسرات في صدر المؤمن زفرات في صدر المؤمن زفرات في صدر المؤمن زفرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر